أكد قائد شرطة مقاطعة تيلاندية وقع ستة تفجيرات ليلة رأس السنة الثاني في منطقة موانغ وأربع في بانانغ ساتا ونقلت صحيفة بانكوك بوست التايلاندية عن قائد شرطة قوله في البداية أسقط الانفجار الأول مركزين للطاقة على الطريق السريع بينما انفجرت القنبل الثانية في محطة كهرباء بالقرب من محطة كهرباء في بانفونغ ياراي وفي منطقة بانانغ ساتا انفجرت القنابل في مركز طاقة على الطريق السريع بينما وقع الانفجاران الثاني والثلاث في محطة كهرباء وبرج إشارة للهاتف المحمول ووقع الانفجار الرابع بالقرب من مركز كهرباء في قرية بانكا سانغ ولم تسفر عن وقوع إصابات ولكنها تسببت انقطاع التيار الكهربائي ومع ذلك تمكنت هيئة كهرباء المحافظة من إصلاح الأضرار واستؤنفت إمدادات الطاقة بعد ذلك بوقت قصير وأفاد بأن جميع القنابل سنعت محليا من إصطوانات مطفأة الحريق وأجهزة ضبط الوقت وقال أن حركة باريسان ريبولسي أعلنت مسؤوليتها عن الانفجارات على موقعها على الانترنت قائلة أن مقاتليها من الجين الجديد يظهرون أمكاناتهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر